حدثنا أبو عبد الرحمن يعني المقري حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم قال حدثتني جارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند طلوع الفجر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر قال أبو عيسى فقلت لعبد الله أرأيت إن جمعهما إنسان قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال